الناس يحترم من كان في مكة وهم قريش يعني الناس بدأوا يضعوا لأهل مكة من يسكن في مكة بعد حادث الثلاثين وحفظوا لهم الأموال وحفظوا لهم الأمن في مكة وفي غير مكة فكان أهل مكة لا يتعرض لهم أحد بالسرقة كانت القوافل يخرجوا للتجارة إلى الشام وإلى اليمن فالقوافل تذهب تأتي لا يتعرض لها قطاع الطرق ويتعرضوا للقوافل التي ليست من قريش من أهل البيت هذه النعم كانت تستوجب من قريش ويعبد الله سبحانه وتعالى لكنهم نسأل عافية السلامة لأسلامة قابلوا النعمة بالنقمة لكنهم نسألوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودأ أدخلوا الأسنام وجعلوا أشياء كثيرة في تقرير الكفر والشرك بالله والله أعلم والله أعلم والله أعلم ترجمة نانسي قنقر